السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك آثار الحسنة وآثار السيئة وعليكم الاختيار تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أورد الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الماتع الداء والدواء أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وكوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وفي المقابل وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن أي ضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق ربنا عافين وعافيك يا رب العالمين فالإمام ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة أوجز لنا كل نتائج الحسنة والسيئة والآثار المترطبة على الأعمال الصالحة والحسنات وعلى السيئات عيازا بالله فبيقولك إن للحسنة لما نعمل عمل صالح وناخد عليه حسنة هذا العمل الصالح له ضياء على وجه الإنسان حتى لو كان يعني ما يفرقش بأبيض ولا أصمر حتى لو كان أصمر تجد على وجهه كده ما شاء الله نور وبهاء وضياء وجمال لا يغطر على قلب بشر لا يراه إلا أهل الإيمان والتوحيد إن للحسنة ضياء في الوقت لا يقولك فلان ده وش منور واضح كده زي وش حضراتهم كده إن شاء الله من الصالحين والصالحات إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب زي ما الإمام ابن القيم قال في عبارة أخرى قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار فما من قول ولا فعل إلا عرضه على الجنة والنار فإن كان القول أو الفعل يقود إلى الجنة فعله وإن كان يسوق إلى النار توقف عنه هي دي المسألة إن ده نبنا يعطينا نور البصيرة في القلب بفضل الله سبحانه تعالى بإن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب هو نور البصيرة ونور الطاعة بفضل الله سبحانه تعالى وسعة في الرزق لإن الطاعة من أسباب الرزق بفضل الله سبحانه تعالى وقوة في البدن لأنه لا يستعمل صحته وبدنه في معصية أبدا فربنا بيجعل في الجسد ده يجعل فيه بركة عظيمة جدا فيصبح الإنسان قويا في بدنه ومحبة في قروب الخلق لأن الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبد النادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماء السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ما شاء الله طب في المقابل بقى وإن للسيئة سوادا في الوجه لأنه لا يقتبس من أنوار الله شيئا لأن المولى عز وجل يعطي من أنواره لعباده المؤمنين بفضل الله لكن لا يعطي للعصى ولا للكافرين وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ما فيش بقى نور البصيرة لا يرى لا يرى بنور البصيرة يبقى القلب كأنه أعمى عيازا بالله ووهنا في البدن لأنه يستعمل البدن في معصية الله ونقصا في الرزق لأن أصلا المعصية سبب حجب الرزق والطاعة سبب للرزق يبقى عنده سبب السيئة ديت نقص في الرزق وبغدة في قلوب الخلق لأن في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يبغض فلانا فأبغضه فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض فربنا يجعلنا إياكم من أهل الطاعة ومن أهل الحسنات حتى يكون لنا ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وكوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا